الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قضية النار قال الله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين قال وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا وقال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فالنار ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذي يوقلها هم البشر والحجارة شيئا هذه فوقود النار الله جعل له شيئا ظاهرا يعني الأصنام كانت تصنع كما ذكر بن عطية في التفسير قال أن أغلب الأصنام تصنع من الحجارة فالله سبحانه وتعالى جعل الناس يتقربون إلى هذه الأصنام وهذه الأصنام تلقى في النار فتكون وقودا لها البشر والحجارة فما كنتم تعبدونه هذا هو الذي أوردكم إياه في النار ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن يعفو عنا وعنكم النار أوقد عليها ألف عام ثم آخر شيء قال فهي سوداء مظلمة هذا السواد في هذا النار ولهذا ينبغي أن الإنسان دائما يستعيد من النار وهذا هو المطلوب مننا ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق ولهذا يا أخوان أجمل ما يقول إنسان وأكثر دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ذينه ثم قالت لعائشة قالت يا رسول أنك تكثر من هذا الدعاء قال القلوب بينه 70 من صابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة الإحسان وأن يقينا شر هذه النار والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر